بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين يعتبر الفنان الكبير عادي الإمام واحدا من أبرز النجوم في مصر والوطن العربي فهو صاحب نصيب الأسد من الأفلام والمسلسلات والمصرحيات التي حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وأبتح فيه تكسيد شخصية المصري بمختلف مراحله ومستوياته مثل الفلاح والعامل البسيط والطالب والجسوس والمحامي والصحفي ولاعب الكرة وغيرهم ولد الفنان عادي الإمام في قرية شاه مركز المنصورة محافظة الدقاهلية في 17 مايو عام 1940 وتخرج من كلية الزراعة جامعة الكاهرة بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة بأدوار صغيرة ولكن بدأت شهرته في السبعينات من خلال أدوار قدم من خلالها دور البطولة مثل البحث عفضيحة مع مرفة أمين وعنطر شايل صيفه مع نورة ورجى فوق صفيح ساخن مع الفنان سعيد صالح وحقق عادي الإمام نجاحات كبيرة وسط أبناء جيله من نجوم الفن أمسال أحمد زاكي ومحمود عبد العزيز ونور الشريف ومحمود ياسين وحسن يوسف وسامير غانم وأصبح أحد الممثلين الأكثر شراء تذاكر لأفلامه التي ما زالت علقة في أزهان الجمهور مثل فيلم النمر والأنسة وحنف الأبهة والمولد وغيرها من الأعمال الناجحة واجه عادي الإمام العديد من الانتقاضات من بعض الإسلاميين السلفيين لاستهزاؤه ببعض الجماعات الدينية كما فيه مصرحية الواد سيد الشغال ومواجهة التطرف الديني وتكسيده أدوار عن الجماعات الإرهابية كما في فيلم الإرهابي وهجومه على الإسلام السياسي مثل فيلم طيور الظلام وقضت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار محمد عبد العطي بحبس الفنان عادي الإمام لمدة ثلاث شهور وتغريمه ألف جنيه بتهمت إصدراء الديني الإسلامي في أعماله الفنية والسخرية من الجلباب واللحية وصدر الحكم ريابيا بعد رفع الدعوة من المحام السلفي عصران منصور وقدم عصران منصور دعوة إلى محكمة جنح الأسكندرية ضد الفنان عادي الإمام وكذلك ضد الكاتب وحيد حامد والمخرجين شريف عرفة ونادر جلال والكاتب لينين الرملي بيتهمهم بإصدراء الأديان السماوية والسخرية من المقدسات ورجال الدين في أعمالهم الفنية مثل أفلام حسن ومرقص والإرهابي والإرهاب والكباب وعمارة يعقبيان ومسرحيات الزعيم مشاهد ما شفش حاجة وقال عصران إن الفنان عادي الإمام كلم الله بطريقة غير لائقة في أحد مشاهد فيلم عمارة يعقبيان حيث قال أنا عمري ما أزيت حد أنا ما أزيتش غير نفسي علشان حد ربنا هيحسبني برحمة كبيرة هيعمل لي أكبر نسبة خص وقررت محكمة الأسكندرية إحالة الدعوة إلى محكمة جنح الهرم في الكاهرة ومحكمة جنح العجوزة في محافظة الجيزة لأن موقع إنتاج أعماله وعرضها بتقع في دائرتهم وأكد الفنان عادي الإمام في تصريحات له أنه لم يكن لديه علم بهذه الدعوة التي صدر فيها حكم غيابي بحبسه وتغريمه ولم يصلوا استدعاء إلى المحكمة ولم يذهب محامي للدفاع عنه في التهمة المشار إليها مطالبا بضرورة احترام حرية الإبداع والتعبير الفني وتم تأييد الحكم وبعدها قررت محكمة جنح العجوزة عدم قبول الدعوة المقامة ضده بشقيها المدني والجزائي لأن الدعوة أقيمت بغير زي صفة وعدم وجود الجريمة فيها وتغريم رافعها 50 جنيه وقضت محكمة الاستئناف ببراءة عاد الإمام من تهمة اصدراء الأديان مصرحة أنها لم تجد فيه أعماله إساءة إلى الإسلام أو الديانات السماوية الأخرى فألغت الحكم بالسجن وحكمت على المدعي بتعويض المصاريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر